وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم دبط قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة بالإضافة إلى دبط قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي وأعلنت وزارة الداخلية دبط 604 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن وقضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن دبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 89 طن أقمح محلية في مجال دبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي